ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بعد دخوله في الآوين الأخيرة في خلاف مع رئيسه في العمل تطور لصراع مفتوح المعنية رفض الرضوخ لتعليمات الحراس بل وحاول مقاومتها ما دفع بزملائه للتدخل وتوقيفه ليتم نقله إلى مقر المنطقة الأمنية في داء مرس السلطان حيث خضع للتحقيق الداخلي من قبل المصلحة الإدارية هناك حيث أرجع الموقوف تصرفه داك لقرار المديري العام للأمن الوطني يوم الأربعة بتنقيله من عمله بالدائر الأمنية بورنازيل إلى مقر الشرطة القضائية الحي الحسني والذي أشعره بالظلم والحي فليتم توقيفه عن العمل ووضعه تحت تدابر الحراسة النظرية في أفق إحالته على النيابة العامة المختصة ومنذ فترة تم نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه حارس الليل بمنطقة بورنازيل الضابط بتهمة خطيرة لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخطة وبناء على تحقيقات هذه الأخيرة والسماعها لصاحب الشريط وكذلك الضابط ورئيسه في العمل قررت المديري العام للأمن الوطني يوم الأربعة تنقيل الضابط للعمل بالشرطة القضائية الحي الحسني وتوقيف عميد شرطة مؤقتا ما لم يرضي الضابط والذي اختار التوجه بشكايته للقصر الملكي مباشرة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر